نقل موقع بوليتيكو الإخباري الأمريكي عن عدد من المصادر قولها أن الحكومة الأمريكية تدرس الموافقة على توفير صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز جاسم لأوكرانيا وهناك أيضاً معلومات تفيد بأن البنتاجون يدرس كيفية تجهيز هذا الصاروخ بالطائرات المقاتلة من طراز F-16 التابعة للقوات الجوية الأوكرانية وأشار محللون إلى أنه إذا كان سيتم دمج الصاروخ على متن طائرات F-16 الأوكرانية فيجب ترقية المقاتلات وقال مسؤولون في الحكومة الأمريكية أن الإدارات المعنية لا تزال تناقش تفاصيل ما إذا كانت ستوفر الصاروخ بما في ذلك مراجعة نقل التكنولوجيا الحساسة وقامت شركة لوكيد مارتين بتطوير صواريخ كروز من طراز جاسم وهو صاروخ جو أرض يمكن دمجه على طائرة مقاتلة لضرب أهداف بعيدة المدى بدقة وهو خفي يمكنه التهرب من أنظمة الدفاع الصاروخي ويبلغ مداه أكثر 300 كم وعلى مدى الأشهر قليل الماضية كان عدد من المشرعين الأوكرانيين ومستشاري الرئيس الأوكراني يضغطون على مسؤولي إدارة بايدن والمشرعين لتوفير هذا النوع من الصواريخ ترجمة نانسي قنقر